المسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين الأجواء الحالية أجواء معتدي لو تصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 24 إلى 30 درجة مئوية مع رياح متقلبة الاتجاه إلا شمالية غربية خفيفة إلى معتدي لتسرعة تتراوح سرعة خلال هذه الليلة ما بين 6 إلى 26 كم في الساعة مع عبور لبعض السحب المتفرقة على بعض المناطق وقع أنه خلال اليوم الغد أيضا رح يستمر معنا التقلب في اتجاه الرياح مع تكاثر للسحب تدريجيا أودة لفرص الأمطار المتفرقة خلال منتصف هذا الأسبوع بإذن الله ورح نوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال هذه النشرة وأيضا خلال نشراتنا القادمة أجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواء معتدي لو تصل درجة الحرارة حاليا إلى 30 درجة مئوية رطوبة نسبية 14% أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز العشرة كيلومتر رياح حاليا شمالية سرعتها 9 كيلومتر المتوقع في منتصف هذه الليلة أجواء رح تكون ما إلا البرودة إلى معتدلة متوقع تتفاوت درجات الحرارة بشكل عام ما بين 21 إلى 28 درجة مئوية في معظم المناطق البرية استمرار في ظهور السحب المتفرقة في معظم المناطق مع رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة نهار يوم الغد رح تستمر معان عبور السحب على معظم المناطق مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خلال فترة النهار أما في فترة المساء متوقع عودة للرياح الشمالية الغربية اللي أيضا رح تستمر معانا خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام رح تتراوح سرعتها خلال يوم الغد ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة الأجواء البحرية في يوم الغد البحر رح يكون خفيف إلى معتدل موج يصل الارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 تقدام والتيارات المائية باشر نهاية الحمل اللي تكون فيه تائرات الماء قوية طبعا أجواء لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير الساعة 4 و 7 دقائق شروق الشمس الساعة 5 و 28 وموعد أذان المغر بإذن الله الساعة 6 و 11 دقيقة أما بالنسبة للتقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة أجواء رح تكون مشمسة مع عبور لبعض السحب العالية المتفرقة خلال نهار يوم الغد العظمى 36 و الصورة 19 رجا مئوية ريح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خلال فترة النهار رح تتحول إلى شمالية غربية خلال فترة المساء بشكل عام رح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة ريح جنوبية شرقية في يوم الثلاثة النشطة على فترات 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة مع أيضا أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا العظمى 35 و الصورة 20 درجة مئوية رح تبدي معانا فرص الأمطار بإذن الله خلال مساء يوم الثلاثة ورح تكون ملحوظة أكثر خلال يوم الأربعة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق مصحوبة بنشاط للرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعة الرياح ما بين 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة ونشاط الهواء رح يتسبب بإثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة وكذلك ارتفاع في الأمواج قد يصل ما بين الثلاثة إلى سبعة أقدام أجواء تميل إلى عدم الاستقرار خلال يوم الأربعة وأيضا رح تستمر معنا في يوم الخميس لذلك نتمنى منكم توخي الحيطة والحذر خلال هذه الأيام ومتابعة نشراتنا الجوية باستمرار وأيضا تحري الدقة في تداول أي رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من مصدرها قبل تداولها العظمى المتوقع يوم الأربعة 35 والصغرى 20 درجة مئوية حالة عدم الاستقرار متوقعنا رح تستمر معنا أيضا في يوم الخميس مع استمرار نشاط الرياح بشكل عام اللي رح تكون جنوبية غربية في بداية اليوم رح تتحول إلى شمالية غربية من بعد فترة النهار ورح تكون نشطة 15 إلى 45 كم في الساعة وأحيانا قد تزيد سرعة هبات الهوى عن هذه المعدلات العظمى رح تلاحظ انخفاض ملحوظ فيها مقارنة في يوم الأربعة قد تصل إلى 30 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية مثل ما ذكرنا أجواء رح تستمر غائمة مع فرص أمطار متفارقة قد تكون رعدية على بعض المناطق ومصحوبة أيضا بفرص لغبار مثار على معظم المناطق وارتفاع في الأمواج قد يزيد عن السبعة أقدام رح تعود بإذن الله الأجواء مستقرة في يوم اليوم مع استمرار الهوى الشمالي الغربي اللي أيضا رح يكون نشط على فترات 10 إلى 40 كم في الساعة أجواء مشمسة بشكل عام العظم 32 والصغرى 20 درجة مئوية أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية وعودة للجانب الآخر من الاستيديو لاستكمال ما تبقى من النشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر